السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً لطلاب الصف الثالث متوسط في مادة التفكير الناقد معكم الأستاذ طلال المهباش ومترجم لغة الإشارة الأستاذ بندر الصالح اليوم نستكمل ما توقفنا عنده في الدرس السابق وهو درس التفكير المنطقي وأهميته نتذكر أهداف الدرس نقول واحد أتعرف على التفكير المنطقي اثنين أحدد خصائص التفكير المنطقي ثلاثة أستنتج أهمية التفكير المنطقي في حياتنا اليومية قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم دعونا نتذكر ما تعلمناه في الدرس السابق قلنا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان عن سائر المخلوقات لملكة النطق والتفكير التفكير دعونا نتحدث عن التفكير التفكير المنطقي وأهمية التفكير المنطقي التفكير المنطقي هو التفكير الذي يجعل الشخص أو الإنسان يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ التفكير المنطقي هو الذي يجعل الإنسان يضع خططا أفضل من التفكير العشوائي إذن التفكير المنطقي له أهمية عظيمة فبالتفكير المنطقي نستطيع أن نضع خططا قوية للوصول إلى الأهداف دعونا نتذكر ما تعلمناه في الدرس السابق قلنا المفكر المنطقي دائما وأبدا يطرح الأسئلة التالية بشكل مستمر ومتكرر ما هي الأسئلة؟ تعلمناها في الدرس السابق يقول السؤال الأول ما مدى معقولية الفكرة أو الرأي؟ إذن المفكر المنطقي يسأل هذا السؤال دائما ما مدى معقولية الفكرة أو الرأي؟ ويسأل أيضا هل يوجد تناقض بين الأفكار والعبارات؟ ويسأل أيضا هل العلاقة بين المقدمات والنتيجة واضحة وغير غامضة؟ وأيضا هل المبررات أو المقدمات تؤدي إلى هذه النتيجة بالضرورة؟ وأخيرا هل يوجد خلل في الاستدلال؟ إذن المفكر المنطقي يجب عليه دائما يطرح هذه الأسئلة الموجودة أمامكم وتعلمنا أيضا مراحل التفكير المنطقي ما هي مراحل التفكير المنطقي؟ أول مرحلة هي من يتذكر؟ أحسنتم وجود حاجة إلى التفكير أو الشعور بوجود مشكلة إذن مراحل التفكير المنطقي أولا وجود حاجة إلى التفكير كحل مشكلة أو اتخاذ قرار أو تقييم حجة معينة أو الإجابة عن سؤال معين اثنين استحضار المعلومات والخبرات السابقة للاستفادة منها من أجل التوصل إلى تقييم للحجج أو حلول للمشكلات أو اتخاذ قرار صائب الفقرة الثالثة نقول البحث عن أفكار أخرى مساندة وربطها بالهدف من التفكير ومدى الاستفادة منها لتقييم الأفكار أو لتحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة والفقرة الأخيرة اختيار الإجابة أو الحل أو القرار المناسب وتقييمه للتأكد من صلاحيته إذن هذه مراحل التفكير المنطقي وأيضا أخذنا خصائص أو مميزات أو سمات التفكير المنطقي قلنا يعتمد على إيجاد علاقة بين القضايا والظواهر المراد فحصها وبين المعلومات والخبرات السابقة في الذاكرة وقلنا أيضا هو تفكير منهجي محدد الأدوات واضح الأساليب ويتطور من خلال البحث عن العلاقات بين الأشياء وربط بعضها ببعض وقلنا يعتمد على عدد من العمليات العقلية المتصلة لتحقيق الأهداف مثل المقارنة، التصنيف، التنظيم، التعميم، التحليل، التركيب، الاستدلال الاستقرائي أو الاستنباطي الآن لدينا فقرة أتدرب دعونا نقرأ بتمعن لكي نحاول أن نجيب لدينا مجموعة من الأسئلة بعد النص أو بعد السؤال نقرأ واحد يروى أن أربعة أشقاء يعيشون في البادية هم مضر وربيعة وأنمار وإيات قابلوا أعرابيا في الصحراء فسألهم عن بعير ضاع منه فسأله مضر أهو أعور أي بعين واحدة قال الأعرابي نعم وسأله ربيعة أهو أزور أي إن إحدى أقدامه بها مرض تجعله يسير بطريقة مهتزة قال الأعرابي نعم هو أزور وسأله أنمار أهو أبتر أي ليس له ذيل قال نعم وفي النهاية سأله إياد أهو شرود أي لا يستقر على مكان واحد أبدا قال نعم أين هو فقالوا جميعا في صوت واحد والله ما رأيناه فتعجب الرجل وقال كيف وقد عددتم صفاته الفريدة فقال مضر رأيت المرعى وقد مر به بعير يأكل من جانب واحد فقط فقلت مر من هنا بعير أعور وقال ربيعة رأيت آثار أقدام بعير بها قدم غير سليمة غير سليمة الأثر فعرفت أن بعيرا أزور أعرج القدم مر من هنا وقال أنمار رأيت بعره مجتمعا في مكان واحد لا متفرقا فعرفت أنه أبتر ليس له ذيل وقال إياد عرفت من رؤيتي للكلأ أن بعيرا مر من هنا يأكل من منطقة ثم فجأة يتركها إلى غيرها فاستنتجت أنه شرود بعد أن قرأنا التدريب لدينا مجموعة من الأسئلة سنجيب عن بعض الأسئلة وبعض الأسئلة سيكون لها إجابات فردية الفقرة الأولى ضع مع مجموعتك عنوانا مناسبا للقصة السابقة ضع مع مجموعتك عنوانا مناسبا للقصة السابقة أطلب منك عزيزي الطالب أن تضع عنوان وبعد أن تضع ذاك العنوان تتناقش مع زملائك داخل الصف ومع معلم التفكير الناقد داخل الفصل عن ذاك العنوان أو ذاك الموضوع أو عنوان للقصة التي قرأناها قبل قليل نستطيع أن نقول مثلا عنوان القصة الاستدلال المنطقي التفكير بمنطقية نستطيع أن نأتي بعنوين كثيرة الآن الفقرة بأ برهن من القصة السابقة على أن الاستدلال المنطقي مهم في الحياة اليومية نعيد برهن من القصة السابقة على أن الاستدلال المنطقي مهم في الحياة اليومية تكلمنا عن أهمية الاستدلال المنطقي في الدرس السابق واليوم لدينا قصة ولدينا سؤال يطلب منا البرهنة على أن الاستدال المنطقي مهم في حياتنا اليومية طيب ماذا نجيب؟ نستطيع أن نقول الناس يفكرون بصورة منطقية في كثير من الحالات كما أن العرب القدماء كانوا يتميزون بالفراسة وقوة الحجة الآن الفقرة جيم أي الاستدلالات السابقة في رأيك أكثر إحكاماً؟ ولماذا؟ عندما نعود إلى القصة ونقرأ الاستدلالات نستطيع أن نختار أي الاستدلالات بوجهة نظرك الشخصية أنت أكثر إحكاماً أنا أرى أن جميع الاستدلالات الموجودة في النص محكمة لكن يجب عليك أنت عزيزي الطالب أن تختار أحد الاستدلالات وبعد الاختيار يجب عليك أن تذكر لماذا اخترت ذاك الاستدلال واعتبرت ذاك الاستدلال هو أكثر إحكاماً جيد؟ الفقرة دال هل يمكن أو هل يمكنك التفكير في رد على واحد أو أكثر من الاستدلالات المقدمة؟ الآن هنا في الفقرة هدال يجب علينا أن نتخيل بأنك أو تتخيل بأنك مكان الإعرابي عندما تشاهد صفات بعيرك الضائع ويقول لك الأشخاص والله ما رأيناه فأنت تخيل نفسك مكان الإعرابي فهل يمكنك التفكير في رد على واحد أو أكثر من الاستدلالات المقدمة؟ اختر أحد الاستدلالات المقدمة الأربعة وحاول الرد عليها في الفقرة هدال وبعد الإجابة عن الأسئلة أعرض تلك الإجابات على معلم التفكير الناقض داخل الصف وعلى زملائك داخل الصف الآن ننتقل إلى الفقرة الثنين من أتدرب نقرأ في أحد برامج المسابقات التلفازية كان أمام المذيع ثلاث قبعات نركز نقرأ بتمعن في أحد برامج المسابقات التلفازية كان أمام المذيع ثلاث قبعات إثنتان لونهما أسود وواحدة حمراء وضع المذيع عصابة سوداء على أعين ثلاثة متسابقين ثم وضع قبعة سوداء على رأس المتسابق الأول وأخرى سوداء على رأس المتسابق الثاني ثم وضع القبعة الحمراء على رأس المتسابق الثالث إذن قبعة سوداء على رأس المتسابق الأول وقبعة سوداء على رأس المتسابق الثاني وقبعة حمراء على رأس المتسابق الثالث نكمل وتأكد من أن كل متسابق يستطيع بعد إزالة العصابة أن يرى قبعة المتسابق الآخر لكنه لا يستطيع رؤية قبعته التي يرتديها ثم وضع المتسابقين الأول والثاني متواجهين وطلب من المتسابق الأول بعد أن أزال العصابة من على عينه أن يخبره بلون القبعة التي يرتديها بعد أن يشاهد قبعة المتسابق الثاني فعجز عن ذلك وكرر الأمر نفسه مع المتسابق الثاني بعد أن جعله يرى قبعة المتسابق الأول فعجز أيضا عن الإجابة ولما جاء دور المتسابق الثالث صرخ طالبا من المذيع ألا يزيل العصابة من على عينيه لأنه تمكن من معرفة لون القبعة التي يرتديها باستخدام التفكير المنطقي السؤال ألف كيف استطاع المتسابق الثالث دون استخدام الحواس ومن خلال التفكير المنطقي فقط أن يعرف لون القبعة التي وضعت على رأسه والسؤال الثاني هل تستطيع التفكير في موقف مماثل يمكنك من خلاله استخدام الاستدلال المنطقي فقط لتصل إلى حل مسألة ما أو تفسير موقف معين نتوقف أعزائي الطلاب عند هذه الفقرة الأولى أو ألف وباء نحاول أن نجيب عنها خلال دقيقة واحدة ثم نعود إليكم ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا لكم على المحاولة نعيد السؤال أو الفقرة ألف كيف استطاع المتسابق الثالث دون استخدام الحواس ومن خلال التفكير المنطقي فقط أن يعرف لون القبعة التي وضعت على رأسه من أجاب على هذا السؤال؟ أحسنتم نستطيع أن نقول لأن المتسابق الثالث أدرك أن المتسابق الأول والثاني شاهد على رأسيهما قبعة سوداء فعجزا عن الإجابة ولما كان كل واحد منهما يرتدي قبعة سوداء فلابد أنه هو من يرتدي القبعة الحمراء المتبقية الفقرة باء هل تستطيع التفكير في موقف مماثل؟ يمكنك من خلاله استخدام الاستدلال المنطقي فقط لتصل إلى حل مسألة ما أو تفسير موقف معين هذه الفقرة لك عزيزي الطالب يجب عليك التفكير في موقف مماثل يمكنك من خلال استخدام الاستدلال المنطقي في معرفة الإجابة كأن أقول مثلا كان أقول جميع طلاب أو يقول المعلم جميع طلاب الصفة الثالث متوسط ناجحوا خالد طالب في الصفة الثالث متوسط إذن بالاستدلال المنطقي إذن خالد ناجح هذا 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 موقف استطعت أن أعرف إجابته أو أعرف حيثياته من خلال الاستدلال المنطقي إذن عزيزي الطالب يجب عليك التفكير في موقف مماثل وكتابة ذاك الموقف هنا الآن نأتي للفقرة الثالثة سؤال يحتاج إلى تفكير أحمد أكبر سنا من علي محمد أكبر سنا من أحمد علي أكبر سنا من محمد نعيد أحمد أكبر سنا من علي محمد أكبر سنا من أحمد علي أكبر سنا من محمد الآن نأتي للأسئلة أو للسؤال إذا كانت القضيتان الأولى والثانية صادقتين فهل القضية الثالثة صادقة أو كاذبة إذا قلنا لدينا ثلاثة أشخاص أحمد وعلي ومحمد أحمد أكبر من علي ومحمد أكبرهم يعني أكبر من أحمد هل هل علي أكبر سن من محمد من لديه إجابة نفكر قليلا من يقول أنها صادقة القضية الثالثة علي أكبر سنا من محمد من يقول أنها كاذبة أحسنتم 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 القضية كاذبة القضية كاذبة الآن فقرة أربعة مستعينا بالتفكير المنطقي من خلال البحث عن العلاقات بين الأجزاء وربط بعضها ببعض أحاول مع مجموعة الإجابة عن الأسئلة التالية لدينا سؤال نقول في إحدى رحلات الطيران كان يتألف طاقم الطائرة من قائد الطائرة والقائد المساعد والمهندس الجوي وهم بدون ترتيب سعود فهد منصور القائد المساعد الآن نركز القائد المساعد ليس له إخوة ذكور أو إنان ويتقاضى أقل راتب بينهم يتقاضى منصور المتزوج من أخت فهد راتبا أكثر مما يتقاضى قائد الطائرة أذكر وظيفة كل واحد من الثلاثة نستطيع الإجابة من خلال التفكير المنطقي نحاول أن نفكر قليلا قبل أن نذكر الإجابة إذن لدينا طاقم يتألف من قائد الطائرة والقائد المساعد والمهندس الجوي ولدينا أسماء سعود وفهد بدون ترتيب سعود وفهد ومنصور القائد المساعد ليس له إخوة ذكور أو إناء ويتقاضى أقل راتب بينهم أما منصور يتقاضى وهو متزوج من أخت فهد يتقاضى راتبا أكثر مما يتقاضى قائد الطائرة أذكر وظيفة كل واحد من الثلاثة ما رأيكم ما هي وظيفة سعود وما هي وظيفة فهد وما هي وظيفة منصور نستطيع بالتفكير المنطقي حل هذا اللغز أو هذا السؤال أحسنتم نقول فهد هو قائد الطائرة واسعود مساعد القائد ومنصور المهندس الجوي نكمل الآن نتكلم عن التفكير المنطقي اشتريت ديكن جميل اشتريت ديكن جميل الشكل اشتريت ديكن جميل الشكل قال لك البائع عليك أن تتوقع أن تحصل منه على ثلاث بيضات كل يوم كم عدد البيضات التي ستحصل عليها في أسبوع كامل ما رأيكم اشتريت ديكن جميل الشكل قال لك البائع عليك أن تتوقع أن تحصل منه على ثلاث بيضات كل يوم كم عدد البيضات التي ستحصل عليها في أسبوع كامل من لديه إجابة وهذه فائدة التفكير المنطقي أن الديك لا يبيض بالأساس هذه فائدة التفكير المنطقي التفكير المنطقي هو علم يضع القواعد العامة التي لو راعاها الإنسان لا عصم ذهنه من الوقوع في الخطأ نكمل في مسابقة للجري تمكنت من تخطي المتسابق الثاني نعيد في مسابقة للجري تمكنت من تخطي المتسابق الثاني فما ترتيبك في المسابقة إذا تخطيت المتسابق الثاني فما ترتيبك في المسابقة الأول لا بالطبع ترتيبي سيكون الثاني بدلا من أنا تخطيت الثاني أصبح الثاني الثالث وأصبحت أنا الثاني نكمل إذا كان بمقدور ثلاثة أطفال أن ينتهوا من تناول ثلاث تفاحات متساوية في الحجر في دقيقة واحدة فكم يلزم من الوقت كي ينتهي مئة طفل من تناول مئة تفاحة بنفس الحجر الجواب سهم إذا ثلاث طلاب تناولوا ثلاث تفاحات متساوية في دقيقة واحدة كم من الوقت كي ينتهي مئة طفل من تناول مئة تفاحة بنفس الحجر نفسها دقيقة واحدة الآن لدينا سؤال آخر أراد فلاح معه كلب جائع مفترس وخروف وبعض الخضروات إذا لدينا كلب جائع مفترس ولدينا خروف ولدينا بعض الخضروات أراد الفلاح أن يعبر النهر إلى الضفة الأخرى في قارب صغير ويأخذ معه الثلاثة لكنه لا يستطيع أن يأخذ معه في القارب إلا واحدة من الثلاثة لو ترك الكلب والخروف معا فسوف يفترس الكلب الخروف ولو ترك الخروف والخضروات فسوف يلتهم الخروف الخضروات كيف تستطيع مساعدته في أن يأخذ الثلاثة إلى الضفة الأخرى هو لا يستطيع أن يأخذ أكثر من غرض واحد لديه كلب وخروف وخضروات كيف يستطيع أن ينقل الثلاثة إلى الضفة الأخرى وهذا سؤال أو لغز متداول كثيرا نفكر قليلا في كل مرة يجب عليه أن يأخذ شيء معين فقط إما الخروف أو الكلب أو الخضروات ويعود ثم يأخذ الثاني ويعود أحسنتم أحسنتم نقول يأخذ الخروف في البداية ويترك الكلب مع الخضروات لأن الكلب لا يأكل الخضروات ثم يعود ليأخذ الكلب ويتركه في الضفة الأخرى ولكنه يعود معه بالخروف في القارب ثم يترك الخروف ويأخذ معه خضروات إلى الضفة الأخرى ويتركها مع الكلب ثم يعود في النهاية ليأخذ الخروف هذا الجواب هو الجواب المثالي وهو يدل على تفكير منطقي لدينا سؤال تخيل أنك تسير في طريق مؤدية إلى مدينتين الأولى كل من فيها يكذب دائما ولا يقول الصدق وأهل المدينة الثانية لا يكذبون ويقولون الصدق دائما عند مفترق الطرق وجدت شخص واقف ولكنك لا تعرف إلى أي المدينتين ينتمي مسموح لك بأن تسأله سؤالا واحدا يساعدك في معرفة الطريق إلى مدينة الصادقين والطريق إلى مدينة الكاذبين ما هو السؤال الذي يمكن أن تطرحه عليه؟ لدينا قرية جميع من فيها يكذبون دائما وقرية جميع من فيها صادقين دائما وجدت شخص في منصف الطريق تريد أن تعرف مدينة الصادقين ومدينة الكاذبين لا تستطيع إلا أن تسأل سؤال واحد لهذا الشخص فقط ماذا تقول له لكي تعرف أين طريق المؤدية إلى مدينة الصادقين وطريق المؤدية إلى مدينة الكاذبين؟ ما هو السؤال؟ ما رأيكم؟ ماذا أقول لهذا الشخص لكي أعرف الطريق الصحيح؟ أيضا من يحاول التفكير؟ لديك سؤال واحد فقط تقول أو تسأله أين الطريق إلى بلدك؟ لو كان صادق سيشير إلى طريق بلد الصادقين ولو كان كاذبا فلن يشير إلى بلده بلد الكاذبين وإنما أيضا سيشير إلى بلد الصادقين إذن الصادق سيشير أسأل الشخص إلى أين طريق إلى بلدك؟ إذا كان من الصادقين سيشير إلى بلد الصادقين إذا كان من الكاذبين سيشير إلى مدينة الصادقين أيضا لدينا سؤال تخيل أنك في مأزق ولكي تخرج منه ليس أمامك إلا أن تهرب من خلال أحد ثلاثة أبواب أخبروك أن الباب الأول تشتعل خلفه نيران هائلة والثاني يقف خلفه مجرم قاتل يحمل مسدسا والثالث لا يوجد خلفه والثالث يوجد خلفه أسد مفترس سبق أن قتل الكثيرين وأنه لم يتناول أي طعام أو شراب منذ عامين ما أفضل باب تخرج منه سالي أحسنتم أحسنتم سؤال واضح وهو يطلب منك الذهاب إلى باب ما هو الباب الذي خلفه أسد لماذا؟ لأنه من المستحيل أن يبقى أي حيوان حيا لمدة عامين دون طعام أو شراب الآن لدينا الفقرة الأخيرة أتدرب مع عائلتي أقرأ هذا التدريب موجود في الكتاب وبعد قراءة هذا التدريب أحاول أنا وعائلتي الإجابة على النقاط الموجودة فيه هنا ننتهي من هذا الدرس أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون قدمت لكم ما يفيدكم أراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر